لن يبقى كيان ولا فرد يعمل تحت سلطة نظام الأسد أو معه إلا وستطاله العقوبات هكذا قال مشرع قانون قيصر وكذلك استبشر الذين طالهم إجرام حلف إيران وميليشياتها في سوريا أول حزمة من العقوبات استهدفت أكثر من ثلاثين فردا وكيانا على رأسهم بشار الأسد وزوجته وكبار حاشيته بما يملكون من شركات ومؤسسات وما يرتبط بها خارجيا سواء في روسيا أو إيران الرقص من شدة الألم الذي عبر عنه مؤيدو نظام الأسد بدبكات الصمود والتحدي لا يعد شيئا أمام رقص الخوف في صفوف المسؤولين الإيرانيين الذين أبدوا من الامتعاض والرفض لقانون قيصر ما لم يبده نظام الأسد ذاته ولما لا يقول مراقبون للمشهد فالمستهدف على الحقيقة هي المصالح الإيرانية والروسية في سوريا إذ أن هذين الاحتلالين قد ظنى أن آلتهما الدموية قد أنهت المسألة وبدأ يطرحان مشاريع تقاسم النفوذ في البلاد المهجر أهلها المغيبون بين المقابر والمعتقلات وخيم اللجوء استثمارات روسية وإيرانية بالجملة وعلى كافة الأصعدة بدأت تنشط في سوريا استحواذ على قطاع الزراعة وثروات الغاز والنفط وشركات تسطو على المتبقي من البنية التحتية وأخرى تتهيأ للاستئثار بما يسمى إعادة الإعمار وحتى الصناعات الغذائية والدوائية استولت عليها شركات روسية وإيرانية في حلب والساحل وريف دمشق وبلغ التغلغل الإيراني في مفاصل المؤسسات السورية أن سيطرت شركة أرد ماشين الإيرانية على مطاحن القمح في عدة محافظات سورية كل هذه الأنشطة ستصبح في حكم المجمدة مع اتساع دائرة مفاعيل قانون قيصر الأمر الذي يجعل هذا القانون سلاحا مدمرا لمشاريع إقليمية ضخمة في حال صدقت إدارة ترامب في إنفاذ جميع بنوده